اشتركوا في القناة لانه بكل ثقة الوقتي اقدر انادي او القب كل واحد منكم ايها الطبيب ببساطة لانه اقتنعنا واثبتنا مع بعض بالبحث والدراسة ان انت طبيب نفسك وصحتك بين ايديك خلينا نكمل رحلة البحث والدراسة في جسمنا الرائع العظيم ده بكل اجهزته المختلفة ونتكلم عن الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي زي ما هنشوف الوقتي مع بعض عبارة عن كله مجره هوا مجره هوا الهوا بيدخل سواء من الفم او الانف يدخل معايا للبلعوم بعد كده القصبة الهوائية بتنقسم القصبة الهوائية زي ما احنا شايفين وتتعدد انقساماتها لانبيب ارفع فارفع 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 لغاية في النهاية خالص تنتهي بملايين من الحوايصلات الهوائية الحوايصلات الهوائية دي عاملة زي الاكياس الصغيرة اللي جدارها رقيق جدا اللي من خلالها الدم بيتحمل بالاكسوجين ويطرد ثاني اكسيد الكربون او ثاني اكسيد الكربون في عملية الشهيق والزفير زي ما احنا هنشوف الوقت مع بعض عملية الشهيق الحجاب الحاجز بينقبض سعة الصدر تزيد الهواء يدخل من اي مجره من الهواء سواء الانف او الفم وطبعا احسن بكتير او ان الهواء يدخل من الانف عن الفم لانه هنا فيه فلاتر بتفلتر الهواء وهو داخل على الرئتين ينقبض الحجاب الحاجز فيوطى توسع سعة الصدر الهواء يدخل بعد كده الحجاب الحاجز يخلص انقباضه ينبسط الصدر يرجع الوضع الطبيعي فتنكمش سعة الصدر فالهواء ينضغط من الرئتين ويطلع المجرى بالعكس انا ليه قلت المقدمة دي لانه اي حاجة بتقف ضد سهولة سريان الهواء في مجرى الهواء او بتضيق لي مجرى الهواء بتديني نوع معين من الامراض فمثلا لو مجرى الهواء ضعف هنا نتيجة التهاب مزمن او حاتف الجيوب الانفية هيبقى الانسان بيتنفس اكتر من فمه ولما يتنفس اكتر من فمه مفيش فلاتر تفلتر الهواء فيبقى الرئتين والقصبة الهوائية معرضة لالتهابات متكررة لو الحلق ابتدى يبقى فيه التهاب سواء في اللوزة او في الحلقة نفسه هيحصل نفس الحكاية ده وبيعرض لي انه افرازات هذا الالتهاب ممكن تنزل على القصبة الهوائية يديني التهاب رئوي او نازلة شعبية الحاجة التالتة لو القصبة الهوائية حصل فيها التهاب لو ما تعالقش بسرعة ممكن ناتج هذا الالتهاب ينزل على الرئتين يعمل لي التهاب رئوي كل هذه الديناميكيات لحركة الهواء ده يخليني اعرف كويس اوي ايه سبب الاعراض اللي بتجيلي في الامراض المختلفة وانا بتكلم عن الجهاز التنفسي يهميني اذكر حاجة مهمة اوي التهابات الحلق والتهابات القصبة الهوائية العليا في الجزء العلوي اغلبيتها فيروسية يبقى اذا طالما اغلبيتها فيروسية الحقيقة الطبية الهمة لكل طبيب بيسمعني انا اقصد لكل مشاهد لان احنا اتفقنا انت طبيب نفسك انه الفيروس لا يتأثر بالمضاد الحيوي فاذا لما يجيلي اي نوع من انواع ضيق التنفس او او انا اتنفس بصوت عالي وانا حاسس انه انه الالتهاب في هذا الجزء تحديدا لا استعجل على استخدام المضاد الحيوي لان استعجالي على استخدام المضاد الحيوي ما بيأثر ابدا على الفيروس بل على العكس ده احيانا بيطول نسبة الاصابة بي خلينا نفهم هذه الكلمات جيدا المضاد الحيوي ليس هو الحل لكل مشاكل الانسان لانه احنا بنستعجل في استخدامه وده بيكون نتيكتو ان انا بقرسل انذارات متكررة كاذبة لجهاز المناعة فلما اصاب بمرض يستدعي ان انا اخذ المضاد الحيوي ساعتها جهاز المناعة ما بيستجبش الاستجابة المطلوبة او المرجوة منه ارتفاع درجة الحرارة في اغلب الالتهابات الخاصة بالجهاز التنفسي ارتفاع مطلوب وهنوضح كده في حلقات لاحقة ازاي نتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة